حاصل طلاب كلية الهندسة قسم الحاسبات ونظم التحكم والمعلومات بجامعة المنصورة بمشروع تخرقهم والذي يحمل اسم ICG على المركز الأول في مسبقة تقنيات دل التصور المستقبلي 2023 والتي تنظمها الشركة دل للإلكترونيات وكان مشروع تخرقهم حول تطبيق يتنبأ بالأزمة القلبية قبل حدوثها بوقت كافي من بين 29 دولة ووسط 275 مشروع تخرق بمختلف الجامعات على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا استطاع طلاب كلية الهندسة قسم الحاسبات ونظم التحكم بجامعة المنصورة اقتناص المركز الأول عن مشروع تخرق ICG المشروع عبارة عن تطبيق يتنبأ بحدود الأزمة القلبية قبل حدوثها بوقت كاف نقدمنا في مسابقة دل دي مسابقة عالمية بتتم عن مستوى الشر الأوسط والتركية كل سنة المشاريع التخرق والمشروع بتاعنا فاز هم يكون من التيم بتاعنا من سبع طلاب واشتغلوا في مجالات مختلفة الـ IOT والـ AI واشتغلوا جزء برضو اللي هي الـ Biomedical الثلاثة أجزاء مع بعض دول قدمنا بهم في المسابقة كانت من 275 مشروع من 29 دولة تقوم فكرة ICG أو التنبأ بالأزمة القلبية على تحويل البيانات التي يحصل عليها جهاز سمارت الملفوف على ساعد الشخص والبيانات التي تأتي من خلال تطبيق الهاتف إلى الذكاء الاصطناعية سمعنا عن مسابقة دل وهي كانت بتجمع يكون المحتوى بتاعها ثلاثة طبق اللي هو الـ AI أو الـ 5G أو الـ IOT والمشروع اللي كان معنا كان جمع بين حاجتين اللي هو الـ IOT والـ AI فحبنا أن نقدم في المسابقة وطبعاً الطلبة عملت مجهود كبير جداً فيها المشروع بتاعنا كسب في مسابقة دل على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا كسبنا المركز الأول والمشروع بتاعنا هو عبارة عن أن احنا بنتنبأ بالأزمة القلبية من خلال شبكة العين من خلال عشاية العين الفكرة في المشروع بتاعنا أنه في جزء منه عبارة عن باند الباند دي بتقيس الحكاية الخاصة بالمريض اللي هي القلب تخطيط كهرابي للقلب، الأكسجين، ضربات القلب بحيث أنها تتبعه باستمرار لو في عنده أي مشكلة هي الساعة بتبعت البيانات دي للموبايل أبليكيشن اللي احنا عاملينه بحيث أنها تقول له أنه عنده مشكلة أن ضربات قلبه مش مظبوطة أو أن ضغطه عالي مثلاً لمدة 12 شهراً كاملاً استمر طلاب هندسة المنصورة في العمل على فكرتهم ووضع اللمسات الأخيرة وحصلوا على المركز الأول بعد منافسة قوية مستخدمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع انترنت الأشياء لتنفيذ تقنيات الجيل الخامس من منظومات الاتصالات